اشتركوا في القناة ليس طامعا في منصب او موقع رسمي شبعت من كل هذه الامور وبكل صراحة لا ارى الا ارادة غائبة ومغيبة نتيجة لتبيب الفكر العربي المستقل الفكر العربي الحر سموه اعتبر ان التحدي القائم هو الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بالعالم والوطن العربي والاردن بشكل خاص متطرقا الى الاوضاع السياسية العربية وما تشهده المنطقة من ثورات الربيع العربي واقول اننا في الوطن العربي نعيش كما قيل في احدى الدراسات المحللة لظاهرة الربيع العربي نعيش ما يسمى بوهم الثراء النفطي واشار سمو الامير الحسن في كلمته الى مشكلة الفكر مبينا بان هذه المشكلة هي من اسباب التوتر في المنطقة بشكل عام وليس في الاردن فقط اقول ان مشكلاتنا في الدول العربية غير النفطية اننا نعيش بوهم اننا امتداد للثراء العربي ولكن حقيقة الامر ان التحديات التي تواجهنا من توفير الغذاء وضبط الاسعار وهي من اسباب عدم الاستقرار بلا ريب ولا شك هذه كلها وغيرها تتطلب من الحاكمية الراشدة من جانبه القى الامين العام السابق لمنتدى الفكر العربي فايز القصونة كلمة شرح فيها عن اعمال المنتدى المنجزة خلال ولايته وصعوبات العمل المشترك التي تواجه الفكر العربي عندما تسلمت امانة المنتدى لاجد ذخيرة زاخرة من الفكر والدراسة والتحليل للكثير من قضايا العرب التي اشغلتهم على مدى ثلاثين عاما ولا تزال ولكنها وبكل اسى ومرارة لا تزال حبيسة الورق والرفوف الامين العام الجديد لمنتدى الصدق المهدي رحب بسمو الامير والحضور شارحا رؤيته المستقبلية للعمل خلال قيادته لمنتدى الفكر العربي بالتعاون مع الاعضاء العاملين وبعونكم جميعا سأتحرى الصواب في الاجتهاد سنجتهد جميعا ونحاول قدر ما نستطيع ان ننهض برسالة المنتدى نشرك الجميع نتفاكر مع الجميع نتشاور مع الجميع نطلب مساعدة الجميع ونحاول قدر ما نستطيع ان نجد للمنتدى او نعزز مكانة المنتدى في بلادنا العربية جميعا انا شاكر جدا هذه السانحة واتمنى مخلصا ان اكون على قدر الثقة التي اولاني اياها سمو الامير والتأييد الكبير الذي وجدته من امناء هذا المنتدى الموقر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى